إذا كمية الناتج فعليا هي كمية هذا الناتج في نهاية التجربة نحسب كمية المادة في نهاية التجربة هذه هي ن غيال ولا ن افكاس افكتيف بينما ن ماكس هي كميات مادة الناتج ولكن في حالة التفاعل الأقصى وهذا الكتابة هذه ن كنت تكلموا على الفعليان وتفاعل الأقصى ذكي ذكرنا مش حاجة لدرجة حسبناها درجة شفناها بتقدم التفاعل أو لنسبة تقدم التفاعل طو لكننا كنديرو يا إكس فينا لعلى إكس ماكس دونك هذا في الحالة النهائية وهذا في الحالة القصوية يعني هذا الطوق را فعليا نوفيت هو المردود يعني إكس فينا ليا في الحالة النهائية الحالة النهائية هي منين غادي يتحبس تفاعل تلقائيا يعني كميات مادة الناتج فعليا يعني إكس إكليبة بينما إكس ماكس هي الحالة فاش غادي يكون تفاعل أقصى اللي هو التفاعل الأقصى دونك إما كنا إكس فينا عادة كيعطوها لنا كيقول لنا في آخر تفاعل وجدنا جوج مول أولا ثلاثة مول ديال الأستير إكس ماكس كان وجدوها بافتراض أن أحد المتفاعلات يختفي كليان وكن خرجوه أولا يعطوها لنا هاتي قليلة بش كيعطوها دونك أغريبية الأوقات إما كنا نفترضو أنهم واحد فهم كيختفي عادة كيعطوها منها بجوج بحيت كيختفي وف نفس الوقيته بحيت ما كيكونش ضياء دونك هذا هو أعغ اللي هو المردود ويشنو كنا نعرف أيضا للمردود كنا نعرف أيضا أن المردود ديال واحد التفاعل كما درنا بنسبة نسبة التقدم هو محصور بين محصور بين الصفر و واحد وهو مقدار بدون واحدة لأننا كيمية المادة على كيمية المادة المول على المول بدون واحدة مقدار بدون واحدة بما أنه كان بين صفر و واحد إذن يمكن التعبير عنه بي نسبة مئوية دونك كان عدودك شي لقلنا بنسبة نسبة تقدم التفاعل مازين ربقى لنا نتكلموا شوية على سرعة التفاعل الحالة النهائية لنتحكم في سرعة التفاعل بيث تحكم في أن نسرع عن Cu 7 حالة بيث نقوم بعمل تفاعل ألغى أن بعض الحوايج نستعملهم مثلا نقدر نرفع درجات حرارة المتفاعلات يعني مثلا في تفاعل الأسطرة بين حمض الميتانوين والإيطانول هذه المتفاعلات أدور في درجة الحرارة لكي نصرع هذه التفاعل لكي نعطينا ميتانوين والإيطانول والماء في مدة زمنية أقل عددتنا نستعمل في حمام دافئ طبيعة الحال ماشي الحمام بسطولة وهذا ممكن تومش الحمام لا غاسل لا في حمام دافئ يعني وأن الإناء اللي وقع فيه التفاعل ديال مثلا الحمض الكاربوكسيلي مع الكحول خلطين أنا هذا الإناء هذا كله وغادي نوضعه في واحد الإناء كبر منه ولكن هذا الإناء الكبير غادي يكون عامر بالماء وبالماء سخون وكذا ما ساخن يعني أن هذا التفاعل هذا غادي يوقع غادي تكون الحرارة غادي تسرع هذا الحرارة ديالما غادي تدزل المتفاعلات لغا ترفع درجة الحرارة ديالما إذن غادي يوقع تسريع لتفاعل غادي أسميه الحمام الدافئ للمتفاعلات درجة الحرارة تكبر سرعة التفاعل ما يعني تكبر سرعة التفاعل يعني التفاعل يأخذ وقتا أقل للوصول إلى الحالة النهائية دياله عندما نقرأ الضلبة الحالة النهائية ما كتبت لش ولكن فقط برصد ما تأخذ سبعة تسوية نقدرون أن نأخذو ثلاثة تسوية تقدر تأخذ ساعتين يعني كنسرع التفاعل ولكن الحالة النهائية ما كتبت لش دانك هادي ليدا اللولا نرفع درجة حرارة المتفاعلات ليدا التانية هي نضيف حفازا الحفاز بالفرنسي كنسميه إن كاتاليزر أشنوات الحفاز هو عنصر كيميائي يساعد على تسريع التفاعل لا يكتب في معادلة التفاعل يعني هو عنصر لكي عاون تفاعل بشي بشي مشي بسرعة أكبر بدون ما يأطر على التفاعل فقط كي سرع مثل دلو مثلا نضيف قطرات من حمض الكلوري دريك أو الكي بريتيك الكي بريتيك قطرات نضيف هذا الأحمض علش هذا الأحمض هذا كي حتاوي على آيون الأوكسينيوم H3O+. وهذا آيون هذا هو يسرع التفاعل لكي نكسب هنا الآيون هذا يسرع التفاعل إذن لكي نتحكم صورة التفاعل نقدر إما نرفع درجة حرارة المتفاعلات أو نضيف حفاظ مثال الحفاظ قلنا وحيم الكلوري دريك أو حيم الكي بريتيك نشوف دابا كيفاش نقدر نتحكم في الحالة النهائية لكي نتحكم في الحالة النهائية شنو كان أنا بغينا نتحكم في الحالة النهائية بغينا ندفع التفاعل واحد شوية يعني نريد أن ندفع التفاعل أكثر من الحالة النهائية التلقائية يعني التفاعل عنده حالة النهائية التلقائية ديالو نحن بغينا نزيد المتفاعلات نزيد نفعلهم كتر أرى كيفاش ندير مثلا نقدر نضيف أحد المتفاعلات بحيث يكون بوفرة وهذا مثلا مثلا في الحال الماء عندنا الأستر زائد الماء وبغينا ندزول الحمد كربوكسيلي زائد الكحول كي نزيد التفاعل في المنحة المباشرة سنزيد كمية كبيرة ديال الأستر أو كمية كبيرة ديال الماء حيث واحد من المتفاعلات نزيده بوفرة إلا درنا إضافة الأحد المتفاعلات بوفرة شنو كي وقع يزيح حالة التوازن في المنحة المباشرة وكادي لدي لولا أنا ننزيد أحد المتفاعلات بوفرة عندنا إن دوزيام ديال اللي هي حدف أو إخراج أحد النواتيج أشكن يعني إخراج لحد في أحد النواتيج مثلا باقي نخدم مثلا في الأستر عندنا الحمد الكاربوكسيلي والكوحول كي أعطينا الأستر والماء أنا غادي نحيد أحد النواتيج مثلا عندنا هذا الدفع هذا كي أعطينا الماء أنا غادي ناخد نحن غادي نجفو هاد الماء أش كان يوم نجفو كنقدرون نضيفو عليهم مثلا جسم لا مميه اللي كي ياخد لنا هاد الماء اللي كين النواتيج بحيث 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 نحيد الماء نصفي الماء أو نبخر بحيث ندفع هاد التفاعل هاد في التجاه المباشر أو لا لقنا طريقة باش نحيد هاد الأستر كان شي أستر سهل كان نخرج من الماء من النواتيج بحيث ندفع هاد التفاعل هاد نحو اكتجاه المباشر نعطي هنا مثل هاد التاني مثلا تجفيف الماء في تفاعل أستر أشن توقع إلا أحد فنا ولا خرج أحد نواتيج هذا أيضا يزيح حالة التوارن في المنح المباشر ترجمة نانسي قنقر